بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا أحب أن أبين بأن جمعية العلماء لم تنتهي بعد من وضع الوثيقة النهائية لتحديد موقفها من النقاط الأساسية الخاصة بالدستوع هذه النقطة الأولى ولذلك ما سأقدمه أنا هو اجتهادات مني في انتظار أننا نعلن عن الموقف النهائي بعد أيام قريدة إن شاء الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الانتباعات الأولى التي يخرج بها الإنسان من تأمله للمسودة التي وزعت علينا يلاحظ غموض حتى لا أقول في خاخ هذا الغموض من شاءه ماذا؟ من شاءه عدم الوضوح في رؤية بعض النقاط والنقاط عديدة جدا خلينا مثلا نتكلم على نوعية نظام الحكم ما هو النوع الحكم الذي يقدم لنا؟ هل هو نظام رئاسي؟ هل هو نظام ملكي؟ هل هو نظام دستوري؟ هل هو نظام؟ يعني ليس هناك وضوح فيما يتعلق بتحديد طبيعة هذا الحكم وهذا يعني ليس من مصلحة الأمة ولا من مصلحة الدولة أن يكون هذا الغموض ثانيا عندما نتكلم عن الهوية عن عوامل الهوية أو ما نسميه بالتوابط الوطنية أيضا نلاحظ أن هناك فخاخ فمثلا عندما نتحدث عن التدين يتحدث لنا عن الحوية في التدين يعني يحق لأي إنسان أن يتدين وأن يتعبد دون أي تضييق عليه طيب هذا نحن لسنا ضد هذا المبدأ لأن الله تعالى يقول لا إكره في الدين لكن هذا يدخل بعد التشويش على عقول الناس وعلى عقيدة الناس وعلى قلوب الناس مثلا كي تقول لي عدنا مثلا صينيين يعملون عندنا نهى وهم يدينون مثلا بالبوذية أو عدنا مثلا هنود مؤسسات هندية تعمل معنا هنا وهي تنوي بالهندوسية أو عندنا مثلا ماسيحيين يعملون بالمسيحية نقول لك أنا يحق لهم أن تكون لهم أن يكون لهم تدينهم وتعبدهم حسب تقوصهم الدينية لكن في نطاق عدم الاستفزاز للأغلبية عكس ما شهدناه أن بعض ليسوا مسيحيين أصلا وإنما وافدين على المسيحية تحت تحدي معين هؤلاء الناس يأتون في وضح النهى مثلا أثناء الناس الصيام ويستفزون الناس بأكلهم وبكذا وبكذا طيب أنت يعني مكسايم وحبيت تكون على دين معين خذ هذا لكن لماذا تأتي بفتور جماعي وفي وضح النهى مثلا في وسط المدينة وبكذا هذا يعني نوع من هذا الدستور يعطيهم هذا الحق بش يستفزوا الناس ولذلك احنا نقول بهذا كذلك فيه نوع من الغموض عندما نتكلم عن قضية مثلا اللغات اللغة يعني ما موقفنا نحن من اللغة الفرنسية هل نعدها لغة وطنية إذا لم تكون لوطنية لماذا لا نحدد أن من يتعامل معها في المؤسسات الرسمية ينبغي أن يحظى بالعقاب ينبغي أن يعاقب لأن هذا تجني على اللغة الوطنية الرسمية التي هي لغة الإسلام ونغة الأمة ونغة وطن الأمازيغية نفسها نحن كلنا أمازيغ ليس فينا من هو ليس أمازيغي أصلا لكن هل عندما نأتي للسعودية الآن مثلا نقول أنت جاهلي ينبغي أن تبقى على الأخلاق الجاهلية القديمة في أبو لهب وكذا كما كان يعبدها هل هذا يعني يزيد من قيمته لا لكن نحن نقول أن هذه الأمازيغية ينبغي أن تخدم الإسلام وتخدم الوحدة الوطنية الإسلام هو ماذا؟ كما خدمه أسلافنا الأولون أسلافنا الأولون سواء كانوا في مزاب أو في باتنا أو في خاتزي وزو أو في خنشلة أو في أي مكان كانوا يوظفون هذه الأمازيغية يكتبونها كلماتها أمازيغية ولكن حرفة عربية بشي سهلوا تسهيلها على الناس وأيضا ينشرون الإسلام بها نحن هذه الأمازيغية كنا نؤمنوا بها ولذلك نحن موقفنا من هذا الموضوع إنزعوا هذه الأمازيغية من السياسيين وعطوها للعلماء وخلوا العلماء هم اللي يبدوا في توحيد نهجاتها ويبدوا في كيفية كتابتها ويبدوا في أهدافها ومقاصدها ويقطعوا العلاقة بينها وبين التدخل الأجنبي لأن الأكاديمية البربائية هذه ما علاقة بهذا الموضوع هذا بلد نحنية وهذه اللغة نحنية واش دخل باريس في هذا الموضوع فهذه من القضايا التي علينا يعني هناك قضايا عديدة يعني لو عمنا فيها لكن سيكون لنا موقف بأكد وبأدلة وبحجج علمية باش حتى ليحيا من حي عن بينا هذا كذلك من الفخاخ المنصوبة ماذا تعني الحيادية؟ الحيادية أن تطلع لي واحد صالح لأن يكون أمريكيين وصالح لأن يكون أنجليزيين وأن يكون إيطاليين وأن يكون هنديين وأن يكون صينيين وأن يكون كل شيء إلا أن يكون مسلماً عربياً جزائياً هذا لا هذا اعتداء على عقول الأطفال واعتداء على قيم المجتمع لأن الحيادية هي أن نحيد أن نحصن الطفل ضد أنواع الغزو التقافي هذا نعم يعني من خلوش الغزو التقافي يتسلل إلى عقله وإلى قلبه بحيث يكون هو هنا وعقله في ليون أو في مرسايا أو في تولوز هذا لا ولكن عندما أقول له ينبغي أن تتشبث بقيمك الإسلامية وبقيمك الوطنية وبقيمك العربية وبأصولك الأمازيغية هذا ليس حياد هذا بالعكس التزام والالتزام ينبغي أن يكون سائداً بالتالي نحن نؤكد على أن هذه الحيادية لا معنى لها وبالعكس ينبغي أن تلتزم المدرسة بقيم المجتمع وبأخلاق المجتمع وبمبادئ المجتمع وبأصول المجتمع وهذا هو الأصل في ذلك أنا أعتقد بأن قضية المواطنة قضية فضفاضة لأن المواطن بدون مبادئ المواطن بدون قيم المواطن بدون عقيدة وطنية لا معنى له مواطنته ولهذا عجبتني كلمة الشيخ محمد لهادي الحسني قال إن البغانة والحمين مواطنون كذلك في بلادنا فإحنا البغل في الجزائي مثلاً يعند حق علينا أن نطعمه وأن نسقيه وأن نحسن معاملته وهذا حق المواطنة فلذلك هذا كلام أن هذا موجه للمواطنين لا للمؤمنين ما هو الفرق بين المواطن وبين المؤمن أنا بالنسبة لي كل مؤمن هو مواطن وكل مواطن يجب أن يكون مؤمناً وإلا نفقد المعادلة الصحيحة هذا والله يعني زوب عافي فنجان لماذا؟ لأن هذه القضية بت فيها من أساسها يوم اعتنقنا الإسلام يوم أعلننا أننا شعب الجزائي المسلم كما يقول شعب الحبيب البديس يوم أعلننا انتمعنا لهذا الإسلام منذ ذلك الوقت ونحن نقول بأن أول كلمة نفتتح بها عبادتنا وديانتنا وتعبدنا وعاداتنا وولائمنا وجنائزنا هي بسم الله الرحمن الرحيم لماذا ما هو الأذى الذي يأتي منها عندما نقول بأنها نشاز ماذا فيها؟ يخفيها قيم إنسانية فيها توحيد للألوهية فيها يعني رحمن الرحيم هذا سلام وأمن وأمان وإيمان أين الخلل فيها؟ لماذا يذيق الناس معا منها؟ لأن هذا خلل سياسي وهذا غزو ثقافي وهذا يعني انسلاب يعني انسلاب فكري وانسلاب عقائدي وهذا هو الذي ننبه إليه فإحنا ماذا بينا؟ كل عمل لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني كما يقول الحديث فهو أبطر يعني فهو مقطوع الباركة مقطوع كل شيء وبالتالي هذا إثارة هذه القضية والله ليس في صالح الوطن ونا في صالح المواطنين ونا في صالح الدولة ونا في صالح أي مسؤول فيها البلاد وإنما هو نشاز واستفزاز لمعتقدات الناس وقناعتهم هو شوف عندما التقيت به كان في منتهى الاستعداد للاستماع إلى العلماء وهذا خاصية من الخصائص التي نسجلها له عندما سألته أنا قلته يا سيدة الرئيس احنا نعيبوا يعني نأخذ عليكم أنكم كونتم لجنة ليس فيها من علماء الشارعات أحد ما هو المقصود بهذا يعني المناش ضد تحط القانونيين لكن أيضا علماء الشارع قانونيون قانون من نوع خاص لماذا لم تشركوا معكم هذه الفئة قال لي ملاحظة في محلها لكن أنا أطلب منكم أننا بعد مجين مسودة نبعتها لكم لجبعية العلماء وقدمونا ما تشاءون من الملاحظات وسنعملوا على العمل بها إن شاء الله فهذا يعني الانتباع الذي خلنا نفهم بأن رئيس الجمهورية موش ضد بالعكس يعني مع القيم الإسلامية مع التوابط الوطنية مع التوجه الإسلامي للأمة وهذا هو الذي نأخذناه منه هذا كذلك نقاش لا معنى له علاش لأنه تسلل إلينا هذا النقاش من العوامل السياسية لأن هناك أساسا يهمهم أن يزعزعوا معتقدات الناس الوحدة الوطنية تقوم دائما على الإسلام فإذا كان الشعب الجزائي مثلا تزعزعت عقيدته تتزعزعوا بالتالي وحدته ومن هنا فإنه لا يمكن لنا أن نقبل النقاش في هذا لو تقول لي مثلا أحدد لي ما معنى أن تكون مسلما هذا نعم أنا نحدد لك بأن الإسلام هو دين الوسطية دين الاعتدال دين التسامح دين الانفتاح على المخالف الدين هذا كله نتفق معكم فيه تقول لي مثلا ما معنى أن تكون عربي نقول لك أنا ليس العربة كالحصان بالدم يعني فصيلته ده فصيلة أولا فصيلة آولا مش هذا هو المخصوص بالعربة العربة هي حضارة كذلك إنسانية إسلامية والبعد الإسلامي للعربة هو هذا هو المطلوب نحن ما نمنوش بعربة أب جال ولا أب نهب ولكن نمنو بعربة الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأب بقر الصديق الموحد للأمة الموحد لكل هذه الأشياء معذرة ولذلك أن تكون وطنيا ما معنى أن تكون وطنيا وتكون مسلم ولا تكون كذا لأن تنشأت في بيئة وطنية زدائرية فمعناها أن البعد الإسلامي فيها والبعد العربي فيها والبعد الأمازيغ فيها من المسلمات التي لا تنقش فينجي الآن تقول لي باللي من أنت وماذا تكون وما كذا هذا يعني اعتداء علي فعندما نقدم المواطن بدون هوية معناها الإنسان الذي العصر له أكرمكم الله وهذا لا يمكن أن يكون فنحن نؤكد على أن هذا ما ينبغي أن يكون في هذه القضاة طيب أنا بالنسبة لي من الإبداعات التي أبدعها الحراكة الوطنية الأصيل هو هذا بيان نوفمبر وإلساقه بالبديسية لماذا؟ لأن بيان أول نوفمبر لا يختلف فيه اثناني عندما نقول اثناني وطنيان صادقان مخلصان مجاهدان لا يختلفوا اثناني في هذا الموضوع ولذلك هذا البيان هو الذي جمعنا ويواصل جمعنا ويوحدنا دائما ومن هنا فإذا نعتقد بأن البيان أول نوفمبر هو صالح لأن يكون القاعدة التي ننطلق منها في تحليلنا ثانيا الباديسية معناها أن بيان أول نوفمبر كذلك سند إلى المبادئ الإسلامية الصحيحة وذلك قالت تكوين دولة جزائرية زمهورية كذا كذا في نطاق المبادئ الإسلامية المبادئ الإسلامية هي ماذا؟ هي المبادئ التي نادى بها علماءنا الأولون وفي مقدمة هؤلاء العلماء بن باديس ومن هنا فإننا عندما نقول النوفمبرية الباديسية جهاد وجهد ومجاهدة وكل ما يتصل بتوحيد هذه الأمة على القواعد الإسلامية التابتة التي لا تتزازع أنا أستخدم دائما مصطلح المهندسين نقول بناء الدولة أو المجتمع أو الوطن على أسس مضادة للزلازل المضادة للزلازل هي أن تكون مسلما وأن تكون وطنيا وأن تكون عربيا وأن تكون أمازيغيا وأن تكون وحدويا وهذه هي المضادة للزلازل أما الزلازل هو أن تقول أنت مكش عربي أنت مكش مسلم أنت مكش قبائلي أنت مكش مضابي هذا يعني والله تشتيت للجهود بدون سأفايدة أنا يعني خلط كل فئات المجتمع من بجاية وتزيوزو إلى تلمسان وإلى خنشلة وإلى قلمة وإلى تمناص وإلى كلهم مجمعون على أن الإسلام هو الذي يوحدنا وأن الززايا تتشعر لنا جميعا وأن العربية بمفهومها الإسلامي هي التي تجمعنا في حبادتنا وفي أذاننا وإلى سوف يأتيهم من الأيام يقولون لا مانع أن نؤذن باللغة الفرنسية مثلا هل يقبلوا هذا؟ هل سمعتم واحد يؤذن باللغة أجنبية؟ مثلا هل هذا تعصب عندما نقول هذا؟ ليس تعصب هذا هو الذي نشأنا عليه وتفتقت أذاننا وألسنتنا عليه ونبقى دائما إلى أن نلقى الله نحن نؤمن بأن هذا هو سبيلنا هذا هو السبيل الذي نتفق عليه وإنتجه إليه هذه أولا نحب أن نفهم نوضح للمشاهدين الأفاضلين تعكم يعني المتابعين بأن هذه القضية عدة سنتين أو ثلاث سنوات من اللي كتبت كتبت متى كتبت عندما الشيخ فضيلة الشيخ محمد علي فعكوس اكتب هذا الوثيقة نتاعوا البيان نتاعوا فيها وأخرج فيها طائفة من الناس من أنهم ليسوا من أهل السنة وليسوا من الإسلام في شيء وليس كذا فإحنا قلنا يعني هذا لا يعقل في ذلك الوقت كتبت أن افتتاحية على البصائع وطلعت في ذلك الوقت عن هذا الموضوع القول المدروس في تهافت دعاوى الشيخ محمد علي فعكوس هذا هو المقى عند الثلاث سنوات فهو من التهم التي وجهها لجمعية العلماء قال أن جمعية العلماء اليوم حادث عن بنباديس عن سنفيت بنباديس طيب إحنا ما نشملائكة ممكن أن نخطي ممكن أن نبتعيد قليلا عن بنباديس أو نبتعيد عن كذا ولكن إحنا قلنا له طيب إذا كان أنت تؤمن بأننا في هذا القيادة الحالية بعدت عن بنباديس تعالى أنت سلموك جمعية العلماء وتعيدها إلى بنباديس بسح بشكل واحد أن تعلن انفصالك عن المدخلية وعن السلفية المدخلية وعن السلفية الأجنبية إذا أنت مستعد تعالى سلموك جمعية العلماء وتدخل معنا ونعيد جمعية العلماء بعضنا إلى بنباديس الحقيقي إذا كان صح على الكلام فيمكن قالوا لبعض الأيمة وقعت لهم خلاف مع الجماعة السلفية تاع الشيخ في عكوس فما نقع إلا باش تستنجدوا بالمقالة تعينا عودة الأهلية والتصلوا بيها الإعلام قال لي واش وقع واش كذا قلت لي ما ودي هذا كلام وقع من زمان وإحنا ما زلنا في موقفنا الأول للي كنا فيه فعودوا أعطاهه يعني ضجة وعطاهه كذا وعطاهه كذا هذا موضوع يعني نكله للتائخ على كل حال أنا يعني أعتقد والله أعلم أن هذا الخلاف ما كان ينبغي أن يفسد للود قضية وما كان ينبغي أن يلجأ إلى توقيف البرنامج الديني أو توقيف الشخص المشعف عليه أو كذا هذا كله مخالف لأداب الإسلام وأداب العلماء وأداب الاختلاف لماذا؟ أولا الشيخ شمس الدين عندما أفتع في قضية زكاة الفتح مثلا أفتع وفق المذهب المالك الصحيح وهو المذهب المالكي يقول بأن زكاة الفتح تخرجه مثلا من يوم السابع إلى 27 رمضان ليلة 27 رمضان إلى صبيحة العيد وهذا هو المذهب المعمول به جاءت وزاعة شؤون الدينية اجتهدت في هذا الوباء في نطاق هذا الوباء اجتهدت قالت بأن المجتمع محتاج إلى كذا وإلى كذا اجتهدت ولكن لم تستنيد إلى مذهب يعني معين وإنما اجتهاد منها أنه ما دام زكاة الفتحية نغني بها الناس عن السؤال فإننا ممكن أن نقدمها من أول عمضان إلى آخر طيب لكم اجتهادكم وله اجتهاده ولنا أيضا المالكي اجتهادنا لكن إذا كان وقع هذا الخلاف تعالوا إلى كلمة سواء بينكم وبينهم إلى التليفزيون تاعه وإلى التليفزيون تاعكم وجيبوا عالم منكم وجيبوا عالم منهم وبعد ذلك ناقشوا ويدلي كل واحد بدلي وتنتهي القضية أما أن نلجأ إلى السمع البصري والسمع البصري يوقف البرنامج هذا لا نتفق عليه ولا نقبل بأن هذا يكون فاستقبلا لأن هذا سيخلق سابقا وهذه السابقة لن تكون في صالح لا الشؤون الدينية ولا الإعلام الإسلامي ولا أي واحد مجتهد في هذا الوطن هو نضال هذا ابني هذا كان حقا في الولايات المتحدة وفي النازة هذه في شركة النازة الباحث لنا هو عام الفيزياء الفلكية هو عنده الآن يعني موقع دائم يطلبه كل أسبوع على اللاس ويجتهد في نطاق العلوم في نطاق شؤون الحياة بصفة عامة كما يدل اسمه عليه هذا نعطيك من النبذة بسيطة يعني عندما ولد كان سبق لدوغول أن قال عليكم أن تنفعوا العالم الأبيض وتسلبوا أنفسكم للمجاهدين وإحنا كذا إحنا في الوقت ذلك كنا في عملية نضالية الخلية اللي كانت ذلك قلنا هذا لا يمكن أن يكون يعني لازم يتواصل النضال فغضوة من ذلك زاد عندي لده دايا سميته نضال حتى أن بعض الإخوان اللي كانوا ثم يعني أشفقوا عليهم من هذا الاسم قالوا لي لو الفاصوين يعلموا باللي واش مقصود هذا ولكن الله أعمى أبصرهم يعني وبصرتهم فالمهم يعني أنه هو تكون تكوينا يعني متوازنا يعني يتقن العربية والحمد لله يتقن الفرنسية والحمد لله والإنجليزية كذلك والحمد لله وعنده بعد إسلامي يصلي يقوم بواجباته الدينية بل إنه ساعات يجتهد اجتهادات تختلف أنا معه فيها يعني هو يقول لي تبا الفقهاء هو كم يقول لها أكده يقول لي تبا الفقهاء ما زلت تعيش على تقاليد قديمة وما حبتك تجتهد وكذا مثلا قضية الحساب الصوم بالحساب والإفطار بالحساب قال لي ما معناه أنكم أنتم كنقولونكم الصلاة الضوء تكونوا على ساعة الفلانية وإحنا هذا حساب فلا كتاب نبيا كنقول لك صلاة العيشة تكونوا على ساعة الفلانية تعمل بها كنقول لك يوم العيد يكون يوم كذا ما تمنش يقول لهذا التناقض وهو محق إلى حد ما في هذا لأن مدام الآن نؤمن ببعض الكتاب لا نقفع بباقية الكتاب ولهذا يعني هو يقوم بجهده ويقوم بعمله وهو الآن أستاذ في الجامعة الأمريكية في دولة الإمارات العربية ولكن يقوم بعمله في نطاق ما يسمح به العلم لا عنده تدخلات سياسية ولا عنده انتماءات حزبية معينة ولا ينتبه إلى عيشي